زيكو حبيبي عاملين ايه والنهاردة بنتكلم عن تسريبات احداث الحلقة العشرة من مسلسل مجريح تعال نشوف الخلافات بتبدأ تنتشر في العيلة وده بسبب وجود غنيمة جوالبيت وحنان مش طيقاها ابدا وبتقول ان الستة دي قوية جدا ووجودها في البيت حيسبب خلافات ومشاكل كتير بناء بعد كده عبدالله طبعا بيروح علشان يشوف الشنطة بتاعته والشنطة بتاعته كانت اخدتها غنيمة لما دخلت بعد كده بدرية وقالت لها خدي شنطة جدي فالشنطة كانت مع غنيمة فعلا وخبتها بينما عبدالله بيدور على الشنطة ومش لقيها وبيكون خايف جدا من رد فعل صديقه وبيروح له وهو مكسوف جدا ومش عارف يقول له ايه لكن قاله ان الشنطة بتاعتك مش لقيها في البيت وشكلها ضاعت وزعتها بيمسكه بالشكل ده وبيقول له انت هتستعبط علي انا عايز شنطتي وعايز فلوس اللي جوها وبيهدده جامد وطبعا عبدالله بيكون خايف ومش عارف يعمل ايه واصلا مش عارف الشنطة اختفت وراحت فين وطبعا الكل بيبدأ يربط اي حاجة تضيع في البيت بغنيمة اما الشنطة فبتكون في الشنطة بتاعت العربية بتاعت فوزية وبتتفاجئ بيها وساعتها بتعرف من غنيمة ان دي الشنطة هي شعلاها عندها وراجل ده بيقول لفوزية انت شكلك فعلا مش هينة وانا كنت فاكلك يعني عبيطة او هبلة او حاجة زي جدا اما الشنطة فبتكون معها غنيمة وبتحاول ان هي تخفيها بسرعة وطبعا كان فيها فلوس كتير او مخدرات او حاجة بس يعني المخدرات دي بتجيب مبالغ كبيرة جدا وهي بتخفيها علشان تشوف جات منين الحاجات دي وحنشوف ايه اللي هيحصل ايه الخلافات المستمرة في العيلة بعد دخول غنيمة على العيلة دي الفيديو بيخلص وفيتكلمنا عن تسريبات احداث الحلقة العشرة من مسلسل مجريح والمسلسل بطولة الفنانة الكبيرة الكويتية سعاد عبدالله اشتركوا في القناة وفعلوا اشتركوا في القناة وفعلوا اشتركوا في القناة ونزلوا وتسريبات المسلسل اشتركوا على خير باي باي